بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دروسنا لشرح مقرر تنظيم حاسبات اثنين ضمن مواضيع الباب الأول بعنوان Central Processing Unit ننتقل معنا إلى الدرس التالي Chapter 1 Lecture 5 هذا الدرس بعنوان Encoding of the Control Where It Feels ومعناه كيف نكتب البيتس في حقول الـ Control Where المختلفة الـ Control Where كما ذكرنا في الدرس السابق مكون من أربع حقول حقل الـ Select A وحقل الـ Select B وحقل الـ Select D وحقل الـ Operation نعرف أن هذا الحقل فيه ثلاثة بيتس وهذا ثلاثة بيتس وهذا ثلاثة بيتس وهذا خمسة بيتس الجدول الذي أمامنا هو جدول ترميز الحقول الثلاثة الأولى هذه إما Select A أو Select B أو Select D أما الحقل الأخير حقل الـ Operation فله جدول منفصل طيب كيف نترجم الـ Binary Code التي ترد في أحد هذه الحقول الثلاثة الأولى أولا إذا كان محتوى أحد هذه الحقول هو ثلاثة أصفار أحد هذه الحقول إذا كان محتوى ثلاثة أصفار فنحن نتعامل مع الـ External Inputs في حالة الـ Select A و Select B أو مع الـ External Outputs في حالة الـ Select D ماذا يعني هذا؟ إذا كانت خانة الـ Select A هي ثلاثة أصفار فنحن نأخذ الـ External Inputs إلى الملتي بليكسر واحد وكذلك إذا كانت خانة الـ Select B ثلاثة أصفار فنحن نأخذ الـ External Inputs إلى المكس 2 ولا نأخذ محتويات أي من السجلات وإذا كانت خانة الـ Select D هي ثلاثة أصفار فإن ناتج العملية الذي يخرج من الـ ALU يذهب إلى الـ External Outputs إما Printers أو Monitors كما قلنا ولا يذهب إلى أي من السجلات الموجودة في الـ CPU فيما عدا الثلاثة أصفار فإن باقي الكود البايناري نقوم بتحويله مباشرة إلى المكافئة العشري لنعرف رقم السجل ماذا نقصد بذلك؟ هناك بايناري كود من 001 010 وحتى 111 هذا البايناري كود المكافئة العشري لهذه الأرقام السنائية هي واحد اثنين ثلاث أربع وحتى سبعة لذلك إذا ورد أي من هذه البايناري كود في الحقول الثلاث نعرف أن المقصود هو محتويات السجل الذي يحمل المكافئة العشري فمثلا إذا ورد 010 في أي من الحقول الثلاث نعرف أننا إما نأخذ الانبوت للمنطي بليكسر من السجل رغم اثنين لأن 010 تعطي المكافئة العشري اثنين وبالتالي نحن نتعامل مع السجل رغم اثنين أو أننا نريد أن نذهب بألاوت بوتس من الاليو لتخزينها في السجل رغم اثنين وذلك إذا وردت 010 في خانة أو حق السلكت وهذا الشرح ينطبق على باغي البايناري كود حتى واحد 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 طيب هذا ما يتعلق بالحقول الثلاثة الأولى ماذا عن الحقل الأخير حقل الأوباريشن هذا الحقل له جدول منفصل إذن Encoding of the ALU Operation Field كما نعرف أن الاليو يقوم بتنفيذ عمليات هذه العمليات قد تكون حسابية أو منطقية أو عمليات نقل عادية لذلك سميت هذه الوحدة بوحدة الحساب والمنطق الاليو طيب ما هي العمليات التي يمكن أن يقوم بها الاليو هناك عمليات كثيرة هذا الجدول يقدم بعضا منها طيب العمود الأول يقدم البايناري كود العمود الثاني يقدم العملية ما هي الوباريشن وما هو رمز العملية في العمود الأخير إذا كان محتوى الوباريشن فيلد ونعيد رسم الكنترول ويق مرة أخرى فيه Select A Field وSelect B Field وSelect D Field ووباريشن فيلد ووباريشن فيلد يتكون من خمسة بيتس هذا هو الذي يهمنا إذا كان محتوياته كلها أصفار يعني خمسة أصفار فإننا نتوقع أن يقوم الـ CPU بتنفيذ عملية نقل لذلك سميناها Transfer أي أن كانت الـ Inputs الموجودة في الحقول A أو B يتم نقلها إلى Destination إلى الحق المعرف بسجل أو إلى الـ External Output وذلك وفقا لما هو موجود في Selection D Field أما إذا كان محتوى الـ OBR Field هو 00001 فهذه عملية Increment Increment A أي ما يأتي في الملتيبليكسر ويصل إلى ALU يتم زيادته بواحد يحصل له Increment وهكذا إذا كانت الـ bits الموجودة في الـ Operation Field هي 0010 فإن الـ Operation هي عملية جمع بين الـ A والـ B وشرح باغي العمليات مباشر كما هو في الجدول 00101 هي سبتراك A-B و000110 هي decrement لـ A أي نقص A بواحد هذه كلها عمليات حسابية العمليات الأولى هذه حسابية هذه عمليات منطقية AND A-B OR A-B X OR A-B أو complement A وهذه عمليات إزاحة الأخيرة SHIFT RIGHT أو SHIFT LEFT إذن هذا الجدول يوضح 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 عملية مختلفة يمكن أن يقوم بها ALU وفقا للباناري كود الموجود في حق الـ Operation وفقا لل 5 bits الأخيرة من الـ CONTROL WHERE إذن الـ CONTROL WHERE في الآخر هو عبارة عن مجموعة من الـ bits مثلا 0000 0011 111 0011 0010 مثلا هذه الـ 14 bits هي ما نسميه الـ CONTROL WHERE وإلى اللقاء في الدرس القادم